بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم وأن الصدق يهدي إلى البر وأن البر يهدي إلى الجنة وأن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى رياذ بالله إلى جهنم وقلنا مألة من علامات النفاق رياذ بالله إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أبت من خان وحفظ الأمانة وخيانة الأمانة من أكبر الموبقات وقيل من الكبار الله سبحانه وتعالى أمرنا بحفظ هذه الأمانة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَرَسُولِمْ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ فَقَالُوا لَا تَخُونُوا أَمَانَتِكُمْ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرْكُمُوا أَنْ تُوَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا تُوَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا بمعنى هُنَى الوذائع والثالثة التي جاءت على لسان ابنة شعير يا أبت استاجر إن خير من استأجرت القوي الأمين ونالمراض بالأمانة على عفة والصيام الله سبحانه وتعالى عرض الأمانة على السماوات والأرض عرض قاعته وفرائده على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وقدوشايا وأشفقنا منها وحملها الإنسان حملها آدم وبنوه إنه كان ظلوما جهولا ظلوما لنفسه وجاهلا لمآله وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث إن أولا ما يفقده الإنسان في دينه هي الأمانة وآخره الصلاة انظروا أول شيء يبدأ في فقدان الإنسان لدينه عندما يضيع هذه الأمانة عندما يضيع أمانة أوكلها الله إليه الله سعال لما خلق الإنسان ووهبه عقلا وسواه وعدلا ونفخ فيه من روحه أعطاه هذه الأمانة وأنت موكولة لك هذه الأمانة بإرجاعها لصاحبها ما هي يا الله يا طاعته وعبادته فإذا عندما يضيع الإنسان فرضا من فرائده أو يقترف أو يتعدى على حرمة من حرمات الله فهو قد خان الأمانة من الدولة أي أن الأمانة شيء بينك وبين ربك ومن علامتي كما قال صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة ضياع الأمانة أو فقدانها في صحيح المخالي في حديث أبي غريرة أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله سأله عن الساعة وقال له صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فذلك علامة الساعة فقال له كيف كيف إضاعتها يا رسول الله قال إذا أسرد الأمر إلى غير أهله فانتقدر الساعة أي إذا أسرد الأمر إلى غير أهله فانتبدر الساعة ونحن نرى اليوم إذا كانت الأمالة كما أجمع نفسرون كله أنها جامعة وحافظة للدين والعرض والمال والنفس والعلم والمعالف وللوصاية وللولاية وللشهادة وللعدل لكلها بواعط تجد فيها الأمالة فإذا أسند الأمر إلى غير أهله قال صلى الله عليه وسلم فانتظر الساعة وأنه كما قال الحديث إن أول شيء يفقد في هذا الدين هي الأمالة وآخره الصلاة وكأننا الآن ندوب في أو نحن محلقا للعلمة ساعة الآن هذا الحال الذي تعيش عليه الأمة المسلمة الإسلامية نجد الإنسان في بيته نفسه قال كلكم راعي وكلكم سؤولون عن رعيته القرآن مرة يحدثنا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسِ وَالْحِجَارًا فأنت مؤتمن على أهلك لا بد أن تراعيهم وترعاهم وتأمرهم وتعظهم وتبين لهم هذا الدين وتحرص على أن يكونوا من المصلين ومن المنفقين ومن عمار المساجد وأن لا تتركهم هكذا للأهواء وللرفقة السيئة ولولي وللغة ذلك وللتيهان في أسواقي ومشاهد التفاذ واللعب لا تركهم هكذا للأهواء فأنت مسؤول أنت مؤتمن أولا على نفسك وعلى عرضك ولذا قام بلس أسلام في حديث رواه مصري إن من أشر الناس يوم القيامة منزلة عند الله رجل يفضي إلى مرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها إن من أشر عباد يوم القيامة منزلة عند الله في يوم القيامة رجل يفضي إلى زوجته وتفضي إليه كبقى شيشناء وسؤلفهم ولوصل المحاكم تنشر سرها أو ينشر سرها حل حل ذهو الآن إلى المحاكم وسأروا سمعون العجاء والغرائب هذه العيشة الحميمية التي يعيش الإنسان بين أبنائه ومع زوجته هذا شيء بينه وزوجته لا أود أن لا يعلمه إضل الله سبحانه وتعالى مهما يقع الساحب والأحيان ما قلنا كي التوزم على زوجة دياله ولا الزوجة كي التوزم على زوجة ديالها فبدلا من أن يفترق الله تعالى قال ولا تنسوا الفضاء بينكم يتفرقوا بالمعروف كل واحد يجبط الأسرار الأخر فالله سبحانه وتعالى لا يريد هذا السلوك لا يريد أن يفضي أو ينشر كل واحد الغسير للآخر خصوصا ما يقع في الفراش وما يقع بين الرجل والمرأة كذلك حفظ الوداء وحفظ المسؤولية أي أن الإنسان إذا كان في معمله أو في مصنعه أو في قسمه أو في صناعته فهو مؤتمن على ما يفعل لأنه يتقاضى أجرا ويتقاضى كما قلنا أجرا وكي يخدم لن يخدم واحد مقابل فهو كما قلنا في صلاة العصر غير أن يكون صادقا في أقواله وأفعاله لا أدى أن يكون أمينا حسنا يسو وقال الملك وقال الملك أوتوني بي أستخدص لنفسي تتقرأ بحص وقال الملك إيتوني بي إيتوني بي نعم وقال الملك أوتوني بي أستخدص لنفسي فلما كان المهو قال إنك اليوم لدينا مكين أمين والنبي صلى الله عليه وسلم قبل بيعتدته وبعدها بيعتدته شنو يسدكا عنده السفر الأمين والله تعالى كيف مدحى المؤمنين عباده المؤمنين وبعدهم لفردوس الأعلى من صفاتهم ماذا والذين هم لأماناتهم وعهدهم مع عون يرعى هذه الإماءة بالأمانة بالحفظ والصوم صورهم في بيته ومع نفسهم أو إذا كان قاضي أو كان أمينا على المال المصلمين يحفظ هذه الأمانة لأنها قلنا إذا ضيعها أو اختلسها أو نقص منها فليتأكد بأنه قد وقع في كبيرة من الكباهر باتفاق العلماء ولو هذه استوجب منه التوبة النصوحة يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوحة عسى ربكم وأن يكفر عنكم كنت تترجى من الله سبح تعالى بالتوبة كالنصوح عسى ربكم وأن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات يوم لا يخزل ذاه النبي أو الذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبإيمانهم يقولون ربنا أتمنى لنا مورنا واخفر لنا إنك على كل شيء قدير وكذلك من حفظ الأمانة الورع والعفة والصيانة كيف الورع قالوا الورع وشيء فوق اجتناب الشبهات نقول ومن الورع كان يبعد بالقدير وخي احلاله ولكن من الورع كان وهذا الورع لا يقوي إلى الصالحون أي أن الإنسان يجتنب الشبهات ويبتعد عنها مخافة أن يلعت بشيء وهو لم يفعله فهذا من الورع وكذلك من العفة كيف جاءته إحداهما تنشي على استحيال قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا يعني سيدنا موسى لما سنقلهما إن خير من استقتل يا أبتي إن خير من استأجرتك قوي الأمين قالت قوي لأنه سقلنا وأمين أنها عندما أتت به إلى بيت أبيها كانت وكالقدام وهي كان ترمي له الحصاء لن يعرف الطريق شوف العفة هذه العفة في العفة وليستعف في الذين لا يجدون نكاحا حتى يبني الله من فضيه أي إنسان يتعفف ما شفش أشده في الدهاء أولا يقول لش حرف عمركم في الساكنين وكذا كما نقوله إحنا كي زربع اليار لا هذا موسى عليه السلام حافظ الأمانة يعني هذه ما شيره حرام عليه من حفظ الأمانة أن يتصرف الإنسان مع شيء ليس له بشيء من العفة والصيانة فأحببت بعد الصدق أن أتحدث عن الأمانة لأنهما متلازمان وقلنا أن الصدق شيء عظيم مرتبة تانية بعد النهوة أن عمل الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وصاحب الصدق له يوم القيامة منزلة عظمى عند الله سبحانه وتعالى وكذلك صاحب الأمانة منتظر الإنسان يريد أن يرى إذا شو واحد خلع عندك شيء آمانة وبقيت بها لوداز لي وكذلك وكذلك أتبقى عندك أتبقى كيف تحس بأنك كنت أمين ما شيره وكات عندي ومعقيت ومعقيت ما شيره ما شيره ما شيره وما شيره ما شيره ما شيره ما شيره ما شيره لأن النفس التي تتوق إلى فعلها أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جليلا وأن يهدينا سبول الرشاد وأن يفتح لنا فتح العالفين بكتابه ومستبصرين بسمته اللهم أغفر لنا وارحمنا وارحم وارحم واردنا وارحم موتانا وارحم من عدمنا وارحم سبقنا بالإيمان وارحم ببضلك جميع المسلمين والمسلمات المحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجهود نعوات اللهم تقبلنا الصيام والقيام واحشرنا في ظهرة خير الأنام اللهم إنك عفو تحب لأفو فعفو عنا وكريم تحب الكرام فأكرمنا اللهم أكرمنا ولا تنهينا ومنحنا ولا تنتحينا وآثنا ولا تؤثر علينا برحمتك أرحم الرحمن إن الله وملائكته يصدونه على النبي يا أيها الذين أمنوا صدوا عليه وسلم المسلم اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا سبحانه ربك 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 ستعمى يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين